موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم نبدأها من صحيفة القدس العربي حيث كتب فيصل قاسم مقالاً بعنوان لا تصدق وعود النظام السوري قال فيه إما أن القوى الكبرى سذجة أو أنها تحاول إعطاء مزيد من الوقت للنظام السوري كي يستعيد زمام المبادرة وينتصر على خصومه حتى لو كلف ذلك تدمير سوريا بشكل ممنهج وتهجير أغلب سكانها لقد أرادها النظام منذ البداية حرباً طاحنة مع الشعب والمعارضة ومن قطع كل هذا الشوط الطويل في المبارزة لا يمكن أن يتراجع في اللحظات الأخيرة ويقبل بالمصالحة الوطنية التي اقترحها عليه عقلاء النظام في بداية الأزمة خاصة وأنه تورط هو وحلفائه الإقليميون في جرائم لم يشهد التاريخ لها مثيلاً لا يمكن لرئيس فعل كل ما فعل أن يفكر بالمصالحة وبالتالي فإن دخوله في مفاوضات مع معارضيه عن طريق مؤتمر جينيف الثاني ليس سوى ضحك على الذقون ومحاولة مفتوحة لكسب الوقت كي لا يظهر في عيون العالم على أنه نظام دموي لا يقبل بالسلام في سوريا النظام السوري تحكمه عقلية جنرالاتية تستجيب لأفصد الضغوط من الخارج لكنها ترفض التنازل قيد أنملة لشعبها وهي تعتمد دائماً على المماطلة والمراوغة وكسب الوقت ثم تنقض عهودها وتنقض على خصومها وفي هذا السياق تذكر مجلة الإيكونوميست البريطانية الرصينة حادثة ذات دللة مهمة جداً ولا بد من الانتباه إليها من قبل المعارضين الذين قبلوا بالتفاوض مع النظام تقول المجلة في ثمانينات تفضت النقابات في سوريا بمختلف أنواعها وسببت صداعاً كبيراً لحافظ الأسد وخشي كثيراً من حراكها الساخن الذي بدأ يهدد نظام حكمه فلم يلجأ الأسد إلى إخمادها بل راح يفاوضها وفعلاً صدقه قادة النقابات ودخلوا معه في مفاوضات ووعدهم فيها بتحقيق كل مطالبهم بشرط أن يوقفوا حراكهم وقد نجح حافظ الأسد بحنكته أن ينزع فتيلاً نقابات وبالتالي من الخطأ الفادح المراهنة على أي تسويات سياسية مع النظام حتى لو تغير الزمن فقد أثبتت الأيام أنه بالرغم من كل ما حل بسوريا من خراب ودمار على مدى السنوات الثلاث الماضية إلا أن النظام لم يتعلم شيئاً ولم يقدم أي شيء يهدئ من مخاوف السوريين أو يطمئنهم فقد توحشت أجهزة الأمن والجيش وضربت عرض الحائط بأبسط حقوق السوريين ومن انتقال إلى صحيفة العرب اللندونية حيث كتب سلام السعدي مقالاً تحت عنوان مسارات التسوية في سوريا قال فيه مع بداية أعمال مؤتمر جينيف 2 بدى النظام مشتوهاً وغير مصدق لما يجري من حوله إذ وجد نفسه في مكان غير مألوف حيث يفترض أن تنشغل جميع الأطراف الدولية والإقليمية في البحث عن آليات تشكيل هيئة حكم انتقالية ومن بين تلك الأطراف كان النظام السوري نفسه وقد توجب عليه أن يبحث مع معارضة خارجية وغير وطنية ولا تمثل أحداً كما يردد منذ ثلاثة أعوام تسليم السلطة وهنا عاد السؤال الجوهري إلى الواجهة مجدداً هل يوجد اتفاق محدد بين روسيا وأمريكا للحل السياسي في سوريا؟ لا يمكن وفق المعطيات القائمة إلا أن نشكك في ذلك سواء بسبب سلوك النظام وإيران والصنط المطبق لروسيا أو بسبب طريقة عقد المؤتمر إذ يبدو غريباً جداً أن يتم جمع طرفين يتحاربان منذ ثلاثة أعوام في صراع باث إقليمياً ودولياً بامتياز ويمسك أحدهما بالسلطة بحماية جيش جرار وقوى إقليمية طائفية ليتم مطالبتهما بمناقشة كل شيء والتوصل إلى حل كان ذلك يعزز من احتمالات فشل مؤتمر جنيف الثلين ويدفع بسؤال آخر ليطفو على السطح لماذا دفعت روسيا وأمريكا لعقد المؤتمر إذا كان كل منهما سيمتنع عن بذل مجهود كافاً يؤدي إلى نجاحه؟ وفي خضم عملية كسر الجليل التي قد تستمر أشهر يبرز سيناريوها نفلان في الأول يراهن الحلف المساند للنظام السوري تتقدمه روسيا على استمرار تغيير مجريات المعركة على الأرض في ظل لا مبالاة أصدقاء المعارضة السورية في الأعوام الماضية وفي هذا السيناريو الحل مؤجر ولم ينضج بعد في سيناريو آخر يعتقد البعض أن الظروف الدولية والإقليمية وحتى الداخلية في سوريا باتت تدفع باتجاه الحل السياسي أكثر من أي وقت مضى فالصراع خرج عن كونه صراعاً محصوراً بالأرض السورية ودعوة أمين عام حزب الله التكفيريين لقتال الحزب في سوريا بعيداً عن لبنان لا يبدو أنها وجدت آذاناً صاغية فأعلنت كل من جبهة النصرى وداعش أن لبنان بات مسرحاً لعملياتهم الإرهابية هكذا يذهب البعض إلى أن الاتفاق الروسي الأمريكي لحل المسألة السورية وتنفيس الاحتقان في المنطقة بات ناجزاً وأن الطرفين المجتمعين في جنيب عليهم التوصل إلى آلية محددة لتنفيذ بنود جنيب واحد في وقت لا يجب أن يطول وإلا انهالت الضغوط على كل منهما مشاهدين الكرام ننتقل الآن إلى صحيفة إيلاف حيث كتب أحمد أبو مطر مقالاً بعنوان إلى مؤيدي وحش سوريا قال فيه المثير للدهشة والاستغراب والمؤدي ربما لرفع الضغط عند من يحكم ضميره هو موقف المؤيدين والمصفقين المؤلهين لوحش سوريا أتوجه لهؤلاء الداعمين المصفقين بالأسئلة التالية آملاً أن يجيبون عليها بمعلومات موثقة وعندئذ ليس بعيداً أن نغير مواقفنا وننضم لصفوفهم مصفقين ومسبحين بأصوات أعلى من أصواتهم ويكفي ثلاثة أسئلة فقط كل من عاش في سوريا وكل العرب من المحيط إلى الخليج وفي كافة بلدان العالم يعرفون ويتساءلون هل أطلق هذا النظام منذ عام 1973 طلقة واحدة على الاحتلال الإسرائيلي من الحدود السورية؟ وهل سمح هذا النظام لأي تنظيم فلسطيني حتى من الموالين له مثل دكانة أحمد جبريل بالقيام بأي عمليات ضد الاحتلال من الحدود السورية؟ وإليهم كلهم هل نسيتم تعليمات مكتب الضابطة الفدائية؟ ألم نكن نتبادل هذه التعليمات مكتوبة ومختومة على الأوراق الرسمية وتقول حرفياً يمنع من عن باتة إطلاق أي رصاصة على دولة إسرائيل وليس الاحتلال من الحدود السورية؟ ومن يريد قتال إسرائيل فليتوجه لجنوب لبنان ثانياً هل تقبلون هذا القتل والتهجر في بلادكم وشعبكم؟ هذه الأعداد من القتل والمفقودين والمعتقلين والمهجرين هل شهدها قطر عربي منذ مئة عام وحتى اليوم؟ فلماذا تصفيقكم وتأييدكم لوحشاً يقوم بهذا؟ هل تقبلون في بلادكم أباً وابنه يحكمكم بالقتل والفساد؟ أربعة وأربعين عاماً؟ لو كان نظاماً ملكياً لقلنا حتى في الدول الأوروبية ذات النظام الملكي تتوارث العائلة المالكة الحكم ولكن هل سمعتم عن نظام آخر في بلد ديمقراطي يحكم الأب والابن الوطن طوال أربعة وأربعين عاماً؟ منذ انقلاب الوحش الأب العسكري عام 1970 ويتم تغيير ما يسمى زوراً الدستور على مقاسي الابن ليحكم منذ عام 2000 وحتى اليوم والكارثة أن زوجته أسماء الأخرث بريطانية الجنسية تفتخر قائلة إنني متأكدة أن ابن حافظ سيخلف والده في رئاسة سوريا وأعدكم عندئذ أن نغير قناعاتنا وننضم لطابور المصفقين والمطبلين للوحش أما الرد بالشتائم والاتهامات فهو أسلوب من لا يملك الحجة والمعلومة النقيضة وكما يقول المثل العربي خذوهم بالصوت العالي قبل أن يغلبوكم والسلام على من اتبع طريق حرية الشعوب وديمقراطيتها ورفض وأدان القتل والإدرام الفردية أو الجماعي بحق أي شعب من الشعوب ننتقل الآن إلى صحيفة الحياة حيث كتب وليد شقير مقالا بعنوان جينيف واحد من آخره قال فيه ما هي وسيلة الإلهاء وربح الوقت التي ستعتمدها موسكو وواشنطن من أجل إطالة المفاوضات الجارية في إطار جينيف اثنين قبل أن يأتي التوقيت المناسب لحسم الموقف الدولي بتوجهاته الحازمة لإحداث تقدم على طريق حل الأزمة السورية السؤال فرض نفسه على متابعي المحادثات الجارية في جينيف بين مفدين نظام السوري والمعارضة بإشراف الممثل الخاص للأمانة العامة للأم المتحدة الأخضر الإبراهيمي فموسكو أجبرت النظام على الحضور الذي اقتضى منه التسليم بما ذأب على التهرب منه وهو استناد التفاوض إلى قرار جينيف واحد الذي يشكل قيام هيئة انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية جوهره فالقيادة الروسية ملتزمة جينيف واحد في قرارات مجلس الأمن حول سوريا حجة الدولتين العظميين لكل من الفريقين هي أن تكون لهما حرية طرح ما يرغبان فيه في تلك المفاوضات لأنهما تريدان بداية ما لمسار الحل السياسي الذي يشكل اتفاقهما عليه نقطة جوهرية في علاقتهما جل ما أنجزه التفاوض هو بعض الخطوات الإنسانية بقبول النظام ادخل المساعدات إلى بعض المواقع المحاصرة بعد مماطلة لربما بات على المعارضة أن تطلب من الرعاة الدوليين أن يناقشوا البند الذي ينص أن المجتمع الدولي على استعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي يتوصل إليه الأطراف ويمكن أن يشمل وجود مساعدة دولية بموجب ولاية من الأمم المتحدة إذا طلب ذلك في خرار جينيف واحد بعد إبلاغ الإبراهيمي وموسكو وواشنطن أن الاتفاق متعذر مع النظام وبالتالي المطلوب تطبيق الشق الثاني من الفقرة بإرسال قوات دولية تشرف على تنفيذ القرار فليقرأ القرار من آخره بدلا من أوله مشاهدين الكرام ننتقل الآن إلى صحفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالة للكاتب ميشيل كيلو بعنوان الخطاب الفضيحة جاء فيه كتب ميشيل كيلو يقول لا يمكن إيجاد كلمة أخرى غير كلمة فضيحة لوصف خطاب وزيد خارجية الأسد وليد المعلم أمام المؤتمر الدولي للإستلام في سوريا الذي نعقد يوم الثاني والعشرين من كانون الثاني في مدينة مونترو السويسرية قال المعلم للحاضرين من أربعين دولة بينهم الدول الخمس الكبرى أنتم إرهابيون ونظام السوري مصمم على محاربتكم حتى النهاية لذلك عليكم كدول تأييد الحرب التي يشنها عليكم وتبع كيلو بالقول لا عجب أن الخطاب صعق الحضور وأصابهم بالذهول وجعلهم يتساءلون باستهجان إن كان الرجل يقرأ خطابا أملته عليه المخابرات السورية المعروفة بإجبار مسؤول النظام على قول ما تمله عليهم من تصريحات قال المستمعون من غير المعقول أن يكون المعلم على قدر من الغباء يدفعه إلى إلقاء خطاب تحدي عبثي ومحبط بينما يغرق نظامه في بحر من دماء الشعب السوري وأضاف كيلو كان العالم يريد إحداث تقدم ما في تطبيق القرار 2118 ووثيقة جنيب الخاصة بحل يلبي تطلعات الشعب السوري ومطالبه ويوقف قتله فجاء الوفد الأسدي لإقناعه بسخف مسعه وتهافته وبضرورة التحالف معه ضد إرهاب يجسده كل من لا ينتمي إليه كوفد المعارضة وشعب سوريا الذي يقاوم الأسد ويناضل لإسقاط نظامه ننتقل الآن إلى موقع هبرلان الإلكتروني الذي نشر مقالا بعنوان هل استطاع أردغان إقناع الإيرانيين بضرورة رحيل الأسد؟ جاء فيه لا شك في أن الأزمة السورية قد طغت على جدول المحادثات التركية الإيرانية خلف الكواليث خلال زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان لطهران في اليومين الماضيين لكن يريد في الأذهال السؤال حول ما إذا كان أردغان استطاع إقناع المسؤولين بضرورة رحيل رئيس السوري بشار الأسد أم لا؟ على الرغم من وصف رئيس الوزراء التركي أردغان إيران بأنها بيته الثاني وإظهاره الإعجاب والتقدير لكرم الضيافة الإيرانية إلا أنه لم يستطع إقناع الإيرانيين بما يخص الأزمة السورية وموضوع رحيل رئيس الأسد فقد أشر أردغان في حديثه إلى الصحفيين أثناء عودته من طهران إلى أنقرة إلى أنه لم يتم التوصل إلى توافق مع الإيرانيين بخصوص الموضوعات المتعلقة بالأزمة السورية مضحا أن المسؤولين الإيرانيين توصلوا إلى قناعة واحدة وهي أن رحيل الأسد عن الحكم لا معنى له إذا لم يتم القضاء على المجموعات الإرهابية ومنع تسللها إلى الداخل السوري وقطع الدعم عنها وأكد أردغان أيضا أنه أبلغ الإيرانيين بأن هذه المجموعات الإرهابية لم تكن موجودة قبل ثلاث سنوات وأن هناك تعاون الآن بين النظام السوري وبين تلك المجموعات مشددا على أن الحالة التي وصلت إليها سوريا تستلزم اتخاذ خطوات جدية وفعلية متعلقة بإجراء تغييرات جذرية في النظام والخضوع لإرادة الشعب واختيار شخصيات تحظى باحترامه وتأمده منوها إلى أنه شرح لهم أيضا أن مقولة يستحل فعل أي شيء قبل خروج الإرهابيين مقولة خاطئة وأكد أردغان على أنه ناقش مع المسؤولين الإيرانيين الصور المسربة والتي تدل بشكل لا يدعو مجالا للشك على طريقة التعذيب التي يمارسها النظام ضد المواطنين السوريين ولكن مع ذلك لم يتم التوافق معهم حول كل المواضع المتعلقة بالأزمة السورية أعزائي المشاهدين ننتقل الآن إلى جريدة زمان الوصل حيث كتب بسام شحادات مقالا تحت عنوان التخبطات الإعلامية لنظامي في جينيف قال فيه منذ أن بدأت فعالية مؤتمر جينيف 2 وتوافدت الوفود السياسية والتقنية والإعلامية على سويسرا بدأت تظهر معالم متعدد الخطابات لدى النظام السوري كعادته ولم يكن مستغربا لدي أن تجتمع آراء زملاء الإعلاميين الثلاثة الموجودين في جينيف لتغطية فعالية المؤتمر أن النظام السوري ومن خلال تصريحاته يتعرض لضغوط داخلية وخارجية أربكت خطبه الإعلامي وأداءه التفاوضية في جلسات التفاوض مما بدى واضحا وجليا للإعلاميين الموجودين في جينيف للتغطية حتى أصبحت التسريبات هي المصدر الرئيسي للموقف التفاوضي وليست تصريحات الإعلامية الرسمية فالنظام كما المعارضة السورية يتعرض للكثير من الضغوط التي تحدد خطابه الإعلامي وأهم التيارات الضاغطة على النظام هي الضغط الشعبي من قبل الشبيحة المؤيدين للنظام ويشكلون عصب قوة نظام الأمنية في المدن والمناطق التي يسيطر عليها بالإضافة إلى ضغط من حلفائه الإيرانيين واللبنانيين والعراقيين وضغط روسي صيني وفق الاتفاق جينيف واحد المقرر بالتزام أممي أقرت به روسيا وفي جينيف وقبل الجلسة الأولى للمفاوضات صدرت تصريحات من عمران الزعبي ومسين شعبان يؤكدان فيها أن موضوع الهيئة الانتقالية مرفوض وقد ذكرت زعبي بالحرف في تصريح له إن تجربة بريمار في العراق لا يمكن أن تتكرر في سوريا ثمما لبثت أن تسربت من داخل قاعة التفاوض أخبار أن وفد النظام قد أقر ببيود جينيف واحد ووفق عليه ناقشة موضوع الهيئة الانتقالية خلافا لما صرح به أمام وتائل الإعلام وفي اليوم التالي صدر عن فيصل المقداد تصريحا للإعلام يقول فيه ألا أطفال معتقلين لدى النظام وذلك في معرض سؤالا عن مفاوضات للإفراج عن 2100 طفل معتقلين في سجون النظام وبعد تصريح المقداد للإعلاميين تسرب أن المقداد قال لإبراهيم في الجلسة المغلقة أن الأطفال المعتقلين كانوا يتجسسون على الجيش النظامي ويعملون قناصين في الجيش الحر خبرنا هذا النوع من التخبط في التصريحات وتعدد الخطابات لدى النظام السوري سابقا لكن السؤال الآن إن كان النظام يخشى من التصريح فيما هو قيد التفاوض أمام مؤيده الآن فكيف سيستطيع تنفيذ بلود اتفاق جينيف 2 إن تم الاتفاق إن النظام السوري منتهن بجميع الحالات باتفاق سياسي أو تصفية عسكرية وهو في الأولى عاجز عن التنفيذ ويخوض المفاوضات كسبا للوقت وهو يعلم أن نهايته في الثانية حكما فليس ببعيدا عنه أن يكون كصدام حسين أو معمر القذافي وقد أقرت روسيا بذلك كما نقل عنها برهان غليون فلماذا تضيع الوقت في جينيف ووقت السوريين من دم؟ أعزائي المشاهدين ننتقل الآن إلى جريدة عنب بلدي حيث كتبت خلو تونس مقالا بعنوان العبودية في التحرر قالت فيه من البدهي أن يقف الإنسان مجدها بهذا التقدم الذي حقفه إذ انتقل من الكهوف إلى ناطحات السحاب ومن التخلف إلى التحضر ولكن إلى أي حد يمكننا اعتبار هذا التحضر حرية؟ يستحيل إن كان الازدواجية التي نعيشها اليوم بين أفكارنا وواقعنا فالأفكار الثورية تحمل نفحة من كنه إنسانيتنا ووجودنا الرافض للظلم والذل والقضوع لرحمة الحكام في حين أن الواقع يمل قطعا إلى إلغاء أفكارنا وتشويهها واعتبارها إرهابا وخروجا عن الطاعة وتطرفا أحيانا ففي أوطاننا لا يجب أن ترفع رأسك عاليا خوفا عليها من الطيران في أوطان دستر الحرية والديمقراطية فيها عليك أن تؤدي واجباتك وتصمت حين يأتي دور الحقوق في أوطاننا أنت تعيش سعيا حرا لتأمين لقمة العيش لدرجة أنك قد تنسى أحيانا من الذي يؤمن لك حريةك الدستورية المبهرجة وحتى لو نمت جائعا حافيا عاريا على الرصيف عليك أن تشكر الدولة الفاضلة لأنها أمنت لك رصيفا معبدا تنام عليه وكيف له أن يحيا بكرامة؟ وهو قد أصبح شيئا تباع حياته وتشترى تحت طاولة المؤتمرات لذلك فصحوة الثورية اليوم في عالم عبيدهم أو العالم العربي هي تهديد صريح لصرح الديمقراطية الذي شيدته دول الغرب فوق كرامة دول العالم الثالث كما يحل لها تسميتها فديمقراطية أمريكا وغيرها وقوتها الاقتصادية الفذة ليست في حقيقة الأمر سوى نتيجة لجهودها المثمرة في خلق الفساد في المجتمعات العريقة عربية كانت أو لاتينية أو أسيوية من أجل سهولة السيطرة عليها وتنويمها مغناطيطيا بخطابات ممنهجة وأنظمة تعليمية موجهة أساسا إلى تغييب الشعوب عن الحقائق وتميعها وإقناعها أنها تعيش الحرية المطلقة في حين أنها في أعتى غياه بالعبودية فالخوف كل الخوف الآن مما سيقول إليه هذا الانفجار الثوري إن لكل من طريقته في مواجهة ما سيأتي ولكن الأهم الآن هو أن نتخطى مرحلة الإنكار ونظرية المؤامرة التي نعيشها ما حدث في توريث وفي ليبيا وفي مصر واليمن وسوريا اليوم هو ثورة ثورة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ولكن المؤامرة تأتي بعد انتهاء الصراع وهذا ما علينا أن نخشاه ونتصدى له فالسؤال اليوم ليس من نحن ولكن من نريد حقا أن نكون إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة هذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم نلتقي مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر